موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع انتخابات العراق رفض شعبي وتزوير حكومي مبكر مشاهدين بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسالكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود بكم معنا المصطفى الكاظمي من كان رئيس مقابرات أجعني إلى البيئة في 2018 وقال لي معي لي قال لي أخذت هاكر معي إلى الاجتماع المجلس الأمم الوطني وبالاجتماع دخلنا دخلت الهاكر معايا ودخل على الجهاز البارومتري وغير كل ما موجود به خلال أربع دقائق وشنفاني وغير كل ما موجود به خلال أربع دقائق وشنفاني أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام يعاني العراقيون من حكومات فاسدة جاءت مع المحتل الأمريكي ودمرت وأفسدت وضيعت ثروات وأموال العراق وبالرغم من خداعهم للعراقيين في الانتخابات السابقة من وعود وهمية لم تغير من الحقيقة شيء إلا أن العراقيين وصلوا اليوم إلى قناعة ووعي تامين أن هذه الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة لا بد أن ترحل ويجب أن تحاكم على كل ما ارتكبته من انتهاكات ضد العراقيين ومع اقتراب الانتخابات في العراق نتساءل هل قدمت هذه الأحزاب شيئا يدفع العراقيين لانتخابهم مرة أخرى هناك أسئلة مشاهدين الكرام بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها منها كيف يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العراق وسط انتشار السلاح والفوضى والفساد الذي رسخت جذوره حكومات الاحتلال أيضا بعد تأكيد لجنة النزاهة البرلمانية أن المرشحة ينفق خمسة ملايين دولار على حملته الانتخابية أليس من المفترض بحكومة الكاظمي أن تطبق قانون من أين لك هذا وأيضا هناك جانب دولي في هذه التساؤلات لماذا تسعى بعثة الأمم المتحدة التي تقودها جينين بلاسخارت في العراق أن تكون شريكة بجرائم حكومات الاحتلال ضد الشعب العراقي عن طريق حث العراقيين على المشاركة في هذه الانتخابات التي يرفضونها جملة وتفصيلة هذه أسئلة وغيرها سنترحها في هذه الحلقة مشاهدين الكرام بإمكاني حضراتكم المشاركة للإجابة عليها نبدأ ببعض الأخبار التي تتحدث عن الانتخابات في العراق أول خبر لدينا وهو تقرير أو مقال من وكالة فرانس بريس التي قالت أن اللامبالات وليأس هما السمى الساعدة بين العراقيين قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع جراؤها في العاشر من الشهر المقبل وأضافت الوكالة أن الكثير من العراقيين لا يهتمون حقا بالانتخابات البرلمانية المقبلة وسط آمال ضئيلة في أن تنتج تغييرا ملموسا وواسع النطاق بشأن الطبقة السياسية التي ينظر إليها على أنها غير كفوءة وفاسدة الوكالة الفرنسية قالت أن العراقيين لا يشعرون بضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع في ظل ترشح نفس القوائم والمرشحين المعتادين ما يعني أن الكتلة التقليدية وشبكات المحسوبية ستظل قوية على الأرجح هكذا ترى الوكالة الفرنسية أيضا تقول في خبر آخر لها المرشحين في الانتخابات استخدموا جميع الوسائل المتاحة للفت نظر العراقيين المتجاهلين تماما لهذه الانتخابات وأضافت الوكالة الفرنسية أن بعض المرشحين وزعوا دعاياتهم من الانتخابية بأساليب رخيصة ومضحكة أوضحت أيضا فرانس بريس أن هذه المنشورات تحولت إلى أضحوك للعراقيين على تويتر حيث هاجم الناشطون محاولات هؤلاء المرشحين لشراء الأصوات بدلا من تقديم برامج سياسية وانتخابية لإقناع الناخبين بالتقدم لصناديق الاقتراع ما اعتبره الناشطون أنه يمثل الواقع المخجل الذي وصلت إليه البلاد إذن هناك ضحك على العراقيين حتى في عملية الترويج لأنفسهم هناك مرشحون قاموا باستغلال شعارات انتخابية سابقة هم روجوا لها أو غيرهم روج لها وقاموا باستخدامها مرة أخرى في الترويج لأحزابهم أو لشخصهم في هذه الانتخابات هناك من اعتمد على الأساليب الرخيصة في مداعبة الفقراء والمحتاجين عن طريق تقديم الطعام لهم عن طريق البطانيات محاولة إعطائهم مبالغ مالية هناك من لعب على هذا الوتر هناك من السياسيين الذين يترشحون لهذه الانتخابات من المحافظات المنكوبة من يروج لنفسه عن طريق استغلال معاناة الناس المتضررة من النازحين والمهجرين وذوي المعتقلين ومحاولة إيهام هذه الشريحة العراقية الكبيرة المهمة المتضررة أنهم قادرون على حل هذه الملفات وإفراج عن المعتقلين وتوفير سكن ملائم للنازحين والمهجرين في حين هم نفسهم يحكمون ولم يقدموا أي شيء طيلة سنوات حكمهم إن كانوا في البرلمان أو وزراء أو غيرهم من المسؤولين نبدأ باستقبال اتصالات مشاهدين الكرام معنا السيد عبد الرزاق من بابل تفضلي عبد الرزاق حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد محمد بالنسبة للاتخابات بالدرجة الأساس ترجع على وعي الناس إذا كانوا الناس متقفين ووعين يعرفون ويترزون من الشخص الذي يقدم خدمات ومن الذي يقدم خدماته أنت دوره كله زياد هو دور البرلماني دوره تشريعي ورقابي هذا الدور ليس دوره يبلط شارع أو يصف رصيف أو زياد فأتمنى أتمنى على ناسنا اللي يشوفون هذا المرشح من يسوي هذه الدعاية بأنه هذا هو أكبر حرامي وأكبر صادق بأشيء أنه مواجبه هذه وهو أكو دوائر أو وزارات هي اللي يتقدم هذه الحدمات مواجب للبرلمان نعم لكن هناك نقطة سيد عبد الرزاق البرلمان هو دورة تشريعي ورقابي مثل ما تفضلت ولكن هو يشرع القوانين التي تصادق عليها الحكومة يعني هذا البرلمان أو البرلمانات السابقة نتساءل هل قدموا شيئا خلال دوراتهم البرلمانية وجلساتهم التي انعقدت لمصلحة المواطن العراقي هل شرع قانون يخدم حياة الناس اليومية السيد محمد هما بالسنة مرة أو مرتين يقعدون والباقي كلها سفرات نعم يعني احنا كلها وشنو اللي يقدموه شنو هو البرلمان من أعيب الدورات اللي إجئت واللي انعقدة شنو اللي يقدموه هما كل التشريعات هما للمصالحهم الخاصة ليش ما اليوم يقدموه فالشي للمواطن يقلوهم قدمين فالخدمة للمواطن حتى اليوم العراق لا يرشي بس يا أخي دولة يفكرون بس بمصالحهم ويفكرون بخدمة المواطن لذلك يشوف العراق يعني جاي يتراجع أمام الخدمات أمام كل المقاومات اللي تقوم عليها في قيام البلدان حاجات يشوف البلدان اليوم وشون متطورة وشون متقدمة إلا بلدنا اللي جاي يتراجع طيب أنا أريد أسأل حضرتك وجواب منك أنت مواطن عراقي للناس اللي تسمع اليوم قد يكونوا عراقيين مقتنعين بما يحدث في العراق وقد يكونوا عراقيين أو غير عراقيين حتى تقول وكالة فرانس برس أن اللامبالات واليأس هما السمى الساعدة في العراق وبين العراقيين ليش وصل اليوم المواطن العراقي إلى حالة من اللامبالات واليأس وهو مقبل على انتخابات جديدة يعني المواطن العراقي سهر الحمد شاف كل الحكومات السابقة شاف يعني يفترون عليها لأهالي افترات هذه الشلي يعني ماك بصدقية لا بأقوالهم لا بصدقية بعملهم فلذاك المواطن العراقي عاني يعني بعد ما عدنا عمل بهم يعني ما نسق بهم يعني هي نفس الوجوه والجسمة القوانين هي نفسية يعني قانون البرلمان المفروض يوضع القانون نعرف الأحزاب القانون الأحزاب يعني انت مئة ألف حزب ما ميصر كل بلدان العالم انت جاهد يوم نشوف هاي بلدان العالم يا أخي احنا مجانش شوفهم يعني هن حزبين يتصارعون على منه اللي يترأس ومنه اللي يعرف يعني احنا ما عرف يعني بها كوكب عاشين نعم أنا أشكرك سيد عبد الرزاق من بابل شكرا جزيلا لحضرتك وصلت الفكرة أبو علي من أبو غريب تفضل يا سيد أبو علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا أخي أنا ما انتخب يعني هملا علي قولتا بالمثال ما انتخب كواحد ما انتخبه خاصة بابو غريب ليش ما ليش ما تنتخب ايه يعني قبل علي قولتا بالمثال من الرشد يعني سعينا مجرد روز اخر محد يقدرها ولا ولا لماني يقدر يحررها ولا اي واحد يعني 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 سيد ابو علي صوتك مواضح يعني اعتذر منك ابو علي من أبو غريب اتمنى تعود الاتصال مرة ثانية اه صوتك غير واضح اه هناك مشكلة يبدو ممكن تغير مكانك كذا تقدر السيد عبد الرزاق من بابل تحدث عن نقطة وهي انه في كثير من دول العالم هناك تنافس حزبي يختصى ربما في حزبين و يفوز احدهما صاحب المشروع الاقوى والرسالة الاقوى التي تصل الى الناس وبالتالي ينتخب والثاني يتحول الى جبهة معارضة هذا شاهدناه في كثير من الدول مع انه هناك دول نعم لديها تعدد حزبي لكن في المجمل لا يصل التعدد الحزبي الى ما هو عليه في العراق مفوضية الانتخابات صادقت مؤخرا يعني قبل بضعة اشهر من هذه الانتخابات صادقت على اربعمائة حزب جديد انضم الى قائمة الاحزاب الموجودة في العراق اربعمائة حزب جديد مشاهدين الكرام هذا الرقم يضم اعداد كبيرة جدا من المرشحين بحسب لجنة النزاهة البرلمانية كل مرشح ينفق خمسة ملايين دولار امريكي على حملته الانتخابية هذه الاعداد الكبيرة وهذا الكم الكبير من الاموال التي تنفق على الحملات الانتخابية من اين جاءوا بها؟ لماذا لا تتحدث الحكومة عن جانب من اين امتلك هؤلاء المرشحون او غيرهم من من تسلموا المناصر طيلة هذه السنوات لهذه الاموال؟ لماذا لا تفعل هذه القوانين؟ لماذا لا تستغل هذه الاموال لمصلحة المواطن الفقير الذي وصلت نسبة الفقر في العراق اليوم الى خمسين بالمئة بحسب الارقام الحكومية معنا اتصال السيد ابو حسن من بغداد تفضل السلام عليكم اخي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي حظك ان شاء الله الله يسلم انا محمد دولة غرباء يعني دولة مؤهل بلد ولا عدل ولا بنصاف دولة غرباء على العراق يعني نفس الوجوه تجي نفسه الأحزاب الروسي تشبيرة هم يتحكمون بالمشهد السياسي بالعراق هم دولة يعني هدفهم تدمير العراق وجعله العوبة يعني عملاء يعني بصورة عامة هم عملاء يعني يجي واحد يغيروا يجي واحد من عدهم نفس الشغلة وما يعمرون شي ابدا وإذلك هاي المصاريف كله كل مرشع خمس ملايين دولار تعرفها خمس ملايين دولار أخذ فساد يعني طاغي على البلد فد مرة نعم يعني فساد واصل مرحلة يعني طاغية فد مرة يعني هما لوما منعتهم بيوم يمولوهم هما لحزاب الروسي الروسي الشبيرة بسبيل يخدمهم يعني نفذ أجنداتهم وأجندات اللي هما جابوهم وإذلك يا أخي يا محمد هؤلاء ما يسوون شي ولازم يصير حل بالعراق لازم يعني ضروري مثل العراق تبدو مخفى خيالة لكم يا سيدة أبو حسن شنو برأيك الحل الأنسب للعراق اليوم في ظل الظروف الحالية والله يا أما هي الثورة ماذا يصير عندنا بالعراق يعني الثورة ماذا يصير يعني كلما يطلعون الشباب قريد وطا ينريد حقوقنا يضربوهم يقتلوهم نعم فإحنا ندعو العقلاء العراقيين اللي حجم ملاء للعراق مو هؤلاء جايين الملوم جايين من الخارج لازم يصير حل أخي لازم يصير حل يا أما يعني قوة السلاح يعني الخاصة والعراق يعني يعني أي سياسي عراقي سوان سني أو شيعي يعني لو شايف هاي الغربية الخيم يعني نظم يعني يجي ما عنده بيت نعم يعني أي دولة تعمل هيدشي غير عميلة هاي الجنوب الجنوب الصلاة والصلاة صار قيامة بيها لأنهم ابناء جلدتهم ليش ما يعملون يسوون طيب تدخلات الخارجية أي تدخلات الخارجية اسمحني يا أخي محمد طبعا صار تصحر والمي اللي ينزل لأدنى للأدنى أحد منهم قال يابا يا دولة تروكيا أو فلان أو علان المي اللي ينزل لأدنى فما عندنا عراقيين يحكمون نعم كلهم جولة غرباء وأصحاب أجندات خارجية طيب سيدة أبو حسن أنا أشكرك وصلت فكرتك شكرا لك للمشاركة السيدة أم أحمد من النجف فضلي يا أم أحمد السيدة أم أحمد تسمعيني فضلي يا أم أحمد حياة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هس الصوت واضح الله تقريبا أفضل نمنون من أدكم فضلي الله يخليك أولا يعني كلامي أوجهها الفئة معينة فليسمعني ليضايق شوية طيب غريب البن آدم يعرفت المقابل تكرمون من يطلعون يستغسلون الناس ويستغسلون الدمك أي ويحكوها بالعلن فيه داعي يستغسلون ويتقاسمون الحفظ بالمقاح مبكرا ومقدما ويدعو لك المناظليين ويدعو لك أنهما المصلحين والناس تطلع أنا أقول أكو فيها بسيطة بس أنا يعني ما أيضي هذا الموضوع لكن أسمع يقول أن أكو الناس مفضاء لكن ما أيضي أنت عندك عقل طيب الأمر من هذا أنت من تصمم على انكار عقلك واللي هو أعمال العقل عدء الله سبحانه وتعالى وبدأ في المنطق هو واجب عليك ذي قالي لما يطلع لي واحد يقول لي إيران ما جاي تأذي العراق مع احترام الشخص فأنا أختي ترأي طيب إيران ما جاي تأذي العراق إيران هي لو ما هي إحنا الدواعي الداخلين أم زيان قالي أولادنا اللي راحوا المتاعدين بأدشع موتماتوها هدول شنو كانوا شنو اللي كانوا مثلا أضاحة هيك شيء لا يذكرون زيان إيران دي الواحد وتسعين لما قدام حسين راد وساطة من إيران تتدخل كإسناد إلهم للعراق العظيم لا إله إلا الله أيام من رادة أمريكا تضرو بالعراق كان الرقم واحد الوسيط اللي هو رقم واحد من المقرد إيران ومعروفة هذه على رؤوس الأشهاد هو نقاعدة وهو كان الوسيط الأول للرئيس الإيراني كان الرد من عنده يقول إيران فارحانا تقريبا نفسه طيب كلام حتى لن نتوسع بس بالفكرة اليوم الموضوع عن الانتخابات في العراق نعم الموضوع مرتبط بإيران لأن من يحكمون للعراق اليوم هم أدوات بيد إيران لكن أنا أريد أسأل بالنسبة للمرشحين وبالنسبة لهذه الأحزاب اللي تريد تبقى بالعراق أربع سنين قادمة وده تروج لأفكار أنه إحنا حنبني لكم البلد وحنسوي ونسوي الانتخابات هي وفق المتعارف علي عالميا هي عرص ديمقراطي والمظاهرات هي حق ديمقراطي أيضا شلون هم يريدون يتفاخرون بهذه الديمقراطية اللي يريدون يسووها والعرص الانتخابي والديمقراطي وهم قتلوا الناس اللي يتظاهروا بشكل ديمقراطي حضاري سلمي اللي يمنعون من يعبر عن رأيه بشكل ديمقراطي حضاري سلمي شلون يريدون يطبقون ديمقراطية بجانب ويحرموها من ناس بجانب آخر ارجع النفس كلامي انا ما زال ادي مرتزقة ما زال اجدت ناس من رطاهية الخارج عايشة ولو اكو ناس اشراف وما زال اجدت ناس لا دم ولا ضمير حتى اكو ناس بالداخل ماكو دمام بعو دمامهم انا وصلت النقطة واحدة من فار خادم للخارج بس اتوقع من عنده صار محمد غاندي غاندي عنده كلام كلش لطيف يقول لعبة الشبرانج ما اعترف بيها شنو معناها انه الملك وكلهم يمقتلون الشعب والجيس حتى هو يعيش ليش ما يموت الملك يتريب شعبه وجيسه احنا وين هذول النماذج احنا وين هذول الناس انا عندي نماذج هنا بالعراق مثل ما يقولهم الله سبحانه وتعالى اكو آية تقول كل انعام بل هم اضلوا سبيلة لكن اكو آية امر ان شر الدواب عند الله اصطم البقم الذين لا يعقلون يشوفوا بعينها لكن اذا عصادها وقاموا بميت واللي الله سبحانه وتعالى يقول لي قلوب يعقلونه يعني المفروض قلبك ويعقلك انا من عندي ناس باعدة قاعدة بخيري وقاعدة بلدي يا صار محمد وتنبحل بايران وتنكر دم ناسي بالله عليك يعني هذول من يخشوهش اتوقعاني هاي فئة بسيطة بلدي هو لا تربط الجرباء حوله صحيحة سيدة محمد لا لا وصلت فكرتي اشكرت شكرا جزيلا للمشاركة بالنهاية بالطبع هناك واحنا تحدثنا بهذا الموضوع سابقا هناك فئة من المجتمع العراقي فئة مغيبة وهناك فئة من هي موافقة على ما يحدث في العراق وتريد بقاء هؤلاء لفترة اطول نسمع الرئيس سيدة ام سام من الطارمية فضلي يا ام سام سلام عليكم وعليكم السلام شونك خالد محمد شون صحتك الله يسلمك الحمد لله شونك خالد بالنسبة على مد انتخارات اي هم شووونا قبل لي شووونا هسة تمام يعني من انتخلهم اراكم فالنتيجة هاي فارد الناس كم سنة ننتخيب معاعدهم لا الله انا سجين وقلنا وقلنا عامل يعني شلو خدمة لساق خمس سالة فينا بسي قيمة الخمس سالة نعم نعم ودرق انتخبهم شو يستوي يعني بطارمية 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 هاذ الموضوع هاذ الموضوع مع المجاري والشوارع يحتاج انه الناس تنتخبهم هم ليش مشتغلوا بالفترة اللي الناس انتخبتهم بيها شو ندريني ليش ما اشتغلوا وان ادري وان سالهم خاتلين نعم يعني اه يرى غيرتوا من عندكم ايش شغلات واذا بدون استوون وعندكم السلوط نعم اطلعوا اطلعوا اشتغلوا عامود نقول والله اثنان سوا انا اثنان سوا ويستحق ان انتخب مرة اثنان نعم اطلعوا بعد صحيح اطلعوا اطلعوا سيد امو سامان اشكر حضرتك شكرا جزيلا لك للمشاركة نسمع رأي سيد ابو ياسين من بغداد اتفضل يا ابو ياسين تحياتي لك اخوة لقناة الرافتين الوطنية هياك الله اخي اولا هو طبعا شي واضح هو اولا هم فلوس هاي الصور هاته اللي معلقه اي ابو ياسين فقدنا اتصالوا يا سيد ابو ياسين للأسف طيب احنا ذكرنا في بداية الحلقة مشاهدين الكرام مجموعة من التساؤلات من ضمنها كانت التساؤلات المعنية بالتزوير النائب الاسبق نائب رئيس الوزراء الاسبق بها الاعراجي حذر من عمليات تزوير قد تغير معادلة النتائج في الانتخابات ودع الاعراجي المفوضية الى تغيير مديري المراكز بسبب ارتباط بعضهم مع احزاب تفننت في عمليات التزوير وحول التنافس على منصب رئاسة الوزراء والكتلة الاكبر قال الاعراجي ان التيار الصدري لن يحصل على المقادة التي حصل عليها في 2018 ومن صور التزوير الضخمة التي يعتبر الكاظم اليوم واحدا من اعمدة التزوير في الانتخابات في العراق وهو التصريح اللي استمعت الى في بداية الحلقة من اياد علاوي الذي يعتبر واحد من اساس هذه الحكومات واحد من اجزاء هذه الحكومات المتعاقبة الفاسدة وله نصيب في ما يحدث للعراقيين قال بانه في 2018 دخل مصطفى الكاظمي عندما كان رئيس لجهاز المخابرات دخل الى البرلمان وهذا الكلام حديث من الكاظمي لعلاوي وهو اخبره بذلك انه جاء بهكر الى مبنى مجلس النواب وقام هذا الهكر خلال بضع دقائق بالدخول الى الحاسوب وتغيير نتائج الانتخابات من اجهزة المفوضية مصطفى الكاظمي الذي اليوم يتحدث عن العراق النزيه العراق المستقر الدولة المستقلة صاحبة القرار والسيادة وليدفع العراقيين للمشاركة في الانتخابات هو واحد من المزورين الذين قاموا بتغيير النتائج وتغيير حقائق موجودة في العراق عن طريق هذا الهكر اللي غير النتائج وغير الاصوات وبالتالي جاء به عادل عبد المهدي طيب معنا اتصال السيد ابو مهند من الانبار تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوارك الساد محمد حياك الله اهنا وسعنا اخوي الساد محمد نعم ساد محمد انت جاي الساد شلون ساد محمد انت جايك شلية الانتخابات وعلي الانتخابات انت شو رأيك بالانتخابات يا ابو مهند انتخابات انتخابات هم مكملينها مجاهزينها طيب افرض الناس افرض الناس اليوم رادة تروح للانتخابات المن تختار ما تروح ولا حابين يروح هي جاهزة انتخابات حاضرة محاضرينها بس يفوجون ما يكون هم ونفسهم ما يتغيرون ابدا خلاص ما يتغيرون وقوم هم ونفسهم السلاح اليوم سلاح المليشيات الموجود يا ابو مهند بالعراق يغير من كل شي يسيطر على المال يسيطر على القرار السياسي يسيطر على قرار القضاة يعني هادي العامر يطلع وقال القضاة كلهم يقضعون للتهديد وابن امه الما يتهدد لما تكون الدولة تسير بهذا الشكل والسلاح هو المتحكم شلون يريدون يضمنون للعراقيين انتخابات نزيهة وشفافة ماكو اي 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 انتخابات نزيهة مختفافة وهم كاملينها مجهزينها والله سالي محمد نعم كاملة ونجهزة وحضرينها كاملة انتخابوا هم ما انتخبض 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 هم مكملين هم جهزين وغم ما نعم ما صرحا انت انت ثورة ثورة ماكو ثورة وشوف عليهم الشحاب ووص نعم انا اشكرك يا ابو مهند من الانبار طبعا هناك جانب ايضا وللأسف الشديد هذا العالم ينظر الى الفاسدين ويحتضن ويحتوي هؤلاء اللصوص القتلة الذين يحكمون العراق بحسب العراقيين الذين ينظرون الى هذه المجموعة التي تحكم بانهم مجموعة من اللصوص والقتلة الامم المتحدة الممثلة ببعثتها في العراق والتي تقودها جنن هينيس بلاس خارت تروج للانتخابات في العراق لكن تلقى الضربة موجعة حقيقة وحقيقة قد تنظر اليها وقد لا تنظر لا نعلم لكن سنقرأ لكم الخبر الخبر هو انه قامت الامم المتحدة بعملية ترويج للانتخابات بنشر مقطع مصور دعائي للانتخابات حاولت فيه البعثة الاممية حث الرأي العام في العراق على المشاركة في الانتخابات القادمة هذا المقطع الذي نشر لم يتلقى سوى 13 شخص على منصات البعثة الاجتماعية تفاعلوا معه منصات التواصل الاجتماعي طبعا الخاصة ببعثة الامم المتحدة 13 واحد بس تفاعلوا مع هذا المقطع وقاموا بالترويج له في حين ان هناك ملايين العراقيين الذين يستخدموا المواقع التواصل الاجتماعي لم يكترثوا لهذه الحقيقة لانهم يعلمون جيدا ان هذه الانتخابات مثل ما تفضل المشاركون فاشلة مزورة منذ بدايتها او قبل حتى ان تبدأ ومن يقود هذه الانتخابات او يسعى الى المشاركة فيها هم الفاسدون القتلة الذين دمروا العراق طيلة هذه السنوات معنا اتصال السيد زيد من بغداد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام نص صوت التلفزيون يا زيد لو سمحت نصيب هياك الله يا زيد تفضل والله انت خاضر اتعجب من بعض المتصلين يقول اختار الانتخابات اختار العنسب يعني هان شلون اختار العنسب نعم اذا هو جاين العنسب قائمة الرؤوس ما لك كلها فاسدين وصال انهم فاسدين نعم يعني اللي متحكي هو راس فاسد وهذا جابيلي هذا السنفور الجديد وجوه جديد السناخر اثر في المظاهرة اشترى قائمة يا رأس يا رأس علاوي نعم ما الاصل بالبوغة يعني اصل اصل بالكذفة الشعب بس هذا الشعب يعني ما اعرف مهل نحن مرشحين جدد هك عليكم صورتي ونزب عليه 학س يشتغلهم بمرض اللي ماذا خمسة الآلاف وحلق لك هكذا كم صورة تعلقت على جدران وشوارع بغداد والعراق بشكل عام من الفين وخمسة لليوم اي وعد منها تحقق من هاي الوعود اللي كانوا يحملوها شعارات الهم كم صورة تحقق من هاي الوعود اللي كانوا يحملوها شعارات الهم ماشي بالمال والمامال يعني اريد اشتغل بزراني عليش انطفلوز عليش اروح اشتغل حق الباومترية مدرشيني خوب عاني اشتغل تدد الحديد هسا الحديد صعد سعر بالسكلات هاي مال حديد صار سعر الشخاطة منه هاي الشخاطة اللي يقص جسوها عجوه الصور منها منها عشر تالاق دينات ارخد مخصوصي نعم نعم اللي يريد يسوي لها غرفة غرفة مال شينكو حرقوها علي المرشعين هم هاي من فضاعهم يا استاد يا استاد والله العبيب الشعب هذا دراع انتخذ شسي بي حيل بي وابو زايد ليش ما يصجون الثاني يعني ما كفيننا الحرامية على تسوق تاكسيات وباصات الحرامية ما كفينناها مبطي كل باس مروا بسيطرة تنطي حلف دينات ترجع حلف دينات ثم ترجع بالمرور يحاسبك على اوراك اول شي سلبك وبعدين يحاسبك على اوراك هذا الامر صحيح يعني لازمها مساطحة الله الفاسد يده يروح الشيخ من البعامر طيب سيد زيد انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا كنت معنا من بغداد ووصلت الفكرة ويانا السيد ابو احمد من صلاح الدينة اتفضل يا ابو احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موضوع المصابات غير اي والله المصابات ما بيحكل صاعدة لي اش سد اخبر اربعمائة خمسة حزب مصارف علافة الاحزاب اي وبعدين هاي الصورة ان عشرين هم يمنها الى ايران من حدد العلاق ينحدد ايران يعني كمي معنا نعم نعم واخر ساعدة يعني كل صورة ابقيني انها قاتل سلالانا كل صورة ابقيني انها الخميني يعني قاتل ساعدة رئيسنا الخميني اليوم 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 سيد ابو احمد منها قبلك السيد زيد من بغداد يقول انه انا اعتب على الناس اللي تقول اختار الانسب وين اكو انسب بالعراق اليوم ضمن هذه الاحزاب الفاسدة تتوقع انت يا سيد ابو احمد انه هذه الاحزاب الفاسدة السراق اللصوص القتلة زعماء الميليشيات ممكن يرضون انه يجي واحد شريف يرشح نفسه للانتخابات لا ما يرضون ما يخلوه الولا واحد نعم وهي يعني مجرد ذا الدعاية ذا الدعاية يخلوه الناس يعني من يجي على الصحيح هم يحطون نفسهم هين حضرين نفسهم هيش يعني نعم بس يعني واجه فقط واجه هم 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 يقول لك سعر اليوم دايشتري دايشتري المرشح دايشتري المرشح اليوم بحسب لجنة النزاهة يشترون اصوات الناخبين بطاقاتهم الانتخابية ب300 دولار في بعض المناطق هذا المرشح مين جاب هاي الفلوس مين جاب هاي الفلوس حتى يقدر يشتري بطاقات الناخبين الشخص على 300 دولار مين يقدر يدفعي مبالغ هاي باقوها من الفتار فتار على الفتار هاي الفتار نعم 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 هاي الحكومات ممكن او هاي الاحزاب ممكن تقدم شي زيان للعراقيين نعم 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 مشكلة قادمة للعراق خاصة بالنسبة للأميين طيب النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر اللي هي سائرون تعبع لمقتدى الصدر يقول بأنه وطبعا هم يتبادلون الاتهامات بيناتهم على الأساس أنه هو يبين الشريف والمقابل هو الفاسد يقول هذا النائب عن تحالف سائرون اللي اسمه جمال فاخر أن هناك ثغرة خطيرة قد تؤدي إلى ضياع وسرقة آلاف الأصوات في الانتخابات المقبلة شنية هذه الطريقة؟ يقول هذا النائب أن هناك عدد كبير من الناخبين العراقيين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة وفي حال ذهابهم للمشاركة في الانتخابات فإنه قد يتم استغلالهم من قبل بعض الجهات السياسية وداعيا مفوضية الانتخابات إلى إيجاد آلية لمعالجة هذا الأمر لضمان عدم حصول هذه الخروقات نحن طبعا هم نقول لجمال فاخر نقول لتحالف سائرون بزعمة زعيمك مقتدى الصدر أيضا جلب أجهزة طباعة البطاقات البيومترية في المنازل منازل المنتمين لجماعة مقتدى الصدر اللي هم جزء من هذه العمليات السياسية وهذه الأحزاب الفاسدة وجاءوا بهذه الأجهزة لطباعة الكروت البيومترية للمشاركة أو بطاقات الناخبين يعني من بيوتهم جماعة مقتدى الصدر قاموا بالتزوير أنت أيضا تتكلم عن جانب آخر معنا اتصال السيد مالك من الديوانية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وياق مالك محافظة الديوانية نعم حياك الله الله يسلمك بالنسبة لشغلة الانتخابات أي لا تتوقع واحد يجي للانتخابات ندي طيب إذا هو هسا موجودين عدلا محافظة دوانية يشتري البطاقة بمئة ألف يشتري البطاقة بمئة ألف إيش تتوقع يعني هذا من يصير بالحكم يبني بلد طيب هذا ما يبني بلد هذا إنسان فاشر نعم فق اللي قبلهم هسا موجودين واللي راح يجون ما راح نترجى منهم كل خير نعم لأنه جاي مجرد يريد يبوق هو نمية بوق يأخذ ويروح ما للشغل أربح سنوات يخلطهم باستفادة إلى هو المستفيد أو يطلع براتب فيهم وثمال له سيد مالك قبل شوي أحد المتصلين قبلك قال أنه ذولا لهم قدمين مشاريع فعلا أو اشتغلوا بشكل صحيح في العراق ما كان يحتاجون هذا الترويج كان الناس هي تدرت وعرفت منه اللي يشتغل وراحت لانتخابه هم ليش دي يصرفون هاي الأموال ويشترون أصوات الناس إذا هم فعلا مثل ما يقولون احنا حنكون الكتلة الأكبر احنا الحنفوز وحناخذ رئاسة الوزراء وكلهم عدهم ثقة أنهما حيفوزون القائمة دولة القانون وسائرون والفتح وغيرها كلهم يقولون احنا الحنشكل الحكومة متأكدين من الفوز قبل حتى لتبدأ الانتخابات بنوا هذا الاعتقاد على أي أساس نعم وياك وياكاني بنوا هذا الشيء اشتروا الناس الناس أنفس ضعيفة نعم ناس أنفسها ضعيفة تبعثهم إذا هو مثل يجمع الناس وقعد على أفضل شيها جلسات التفقيف أي يعني يجمع الناس على النفر 25 ألف أو يطلحهم شفرة أي أكوناس جاي تشتغل جواهم جيوش الالكترونية جاي يصطقب أبو وصعد أبو أي ها فعلى هذا الأساس هم جاي يمشون نعم ثقوا أعتقد أنا حتي يعني على طيبة قلبي ثقوا أعتقد لا هم ولا قبلهم ولا راح يجون العراق من وراء هاي النماغج ما تصل لتارة نعم لأن الشعب كل من ما شيله وراء جهة طبعا مو كل الناس احنا نتكلم عن لا احنا نتكلم عن فئة قليلة تسير خلف هؤلاء لأن انت بالنهاية رأي حضرتك هو يؤيدك بي الكثير من العراقيين اليوم والذي نستقبلهم اليوم بالبرنامج هما عدد قليل جدا من حجم العراق الكبير وعداد العراقيين الكبيرة وهو يؤكد لنا أنه هناك رفض شعب عراقي واسع لهذه الانتخابات ولهؤلاء الفاسدين فنبقى نقول أنه هؤلاء الذين يروجون لهذه الأحزاب هم الذين يسيرون خلف هذه الأحزاب منتفعين منهم نعم سيد مالك أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة من مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية شكرا لك عدنا سيد حسين من السعودية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة الحين المغتدى اللي يقولك شائرون هو اللي غتل الثوار في ساحة وبعدها اللي يقول شائرون المفروض يقول خائن اللي أنه خائن مغتدى مغتا والعامري اللي رايح يقدم التعازل في المغتل سلماني والمالكي وقيس خزعاني كل هذولي يعني أمة فسيدة الله سبحانه وتعالى يقولوا أن هذه أمتكم أمة واحدة ولكن هؤلاء الأحساب أمة فسيدة أولهم مغتدى ماذا فعل في جماعات وقبعات الزرقة يتشوف في المظاهرة في تنشرين وماذا تشوف في المستويات وماذا دمر الغراق أكبر مجرم مغتدى وخيس الخزالي يأخذون الأمر من ولاية السفيد فأين للغراق الصلاح ألم فيها موجودين هؤلاء الجراثين يجد اجتزازها من الأرض هؤلاء الميليشيات الخبيثة وحجر العباد شكرا جزيلا وصلت الفكرة سيد حسين أعتذر منك الوقت شرف على الانتهاء نقرأ أيضا خبر سريع مشاهدين الكرام وهو يدخل ضمن إطار استخدام السلاح والتأثيرات التي يفعلوا هذا السلاح المنتشر في العراق اليوم على الانتخابات ونتائج الانتخابات يقول المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين مروان جبارة أن هناك ضغوطة كبيرة من أجل التصويت لجهات معينة لديها فصائل مسلحة يشير لجبارة إلى أن هناك جهات معينة تسعى لتشتيت أصوات الناخبين في هذه المناطق وفوز أسماء معينة ويقول أن هناك أحزاب لديها فصائل مسلحة تمارس ضغوط حقيقية في مناطق شرق وجنوب محافظة صلاح الدين باستخدام السلاح تجبر الناس على فعل ما تريده وبالتالي تغير من نتائج الانتخابات إن جرت وشارك الناس وتغير من الوضع بشكل عام في العراق فؤاد من الناصرية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخويا العراق بعد مسلح لانتخابات العراق انتهى انتهى بالاسم الأحد العراق انتهى العراق نعم إن شاء الله ما ينتهي إن شاء الله بعد هم كل رأيهم أنوز انتخاباتها يعني حسنو العراق نستعيد نعم سيد فؤاد سماعتي حضرتك في بداية الحلقة أياد علاوي اللي قال أنه مصطفى الكاظمي جاء بواحد هكر ودخل على البرلمان ب2018 لما كان رئيس المخابرات ودخل هذا الشخص على أجهزة الأجهزة البيومترية وقام بتغيير نتائج الانتخابات بظرف أربع دقائق هذا الكاظمي اللي هو حاليا رئيس الوزراء اللي بعض الناس مخدوعين به بشهادة أياد علاوي اللي هو جزء من هاي الحكومات هذا الكاظمي جاء بشخص زور الانتخابات كان مشرف على تزوير الانتخابات ب2018 كيف ممكن هذا الشخص أن يعطى ثقة مرة ثانية لحكم العراق أو حتى البقاء فيه طبع تقدر تثبت لي يعني في هاي الانتخابات ما رح ينتخبونه تقدر تثبت لي شلون رح يرجعوني رح يرجعوني رح يتخبونه يعني عراق تعودنا على عش منه اللي حينتخب بالضبط منه اللي حيشارك ينتخب ينتخب حتى لو ما انتخب هم يرجعوني طيب أنت حضرتك أنت حضرتك اليوم بمدينة الناصرية ورأيك أكيد أنت سائل أو متكلم ويشخص بشأن الانتخابات أو الوضع بالعراق رأي الناس بمدينة الناصرية شنو تجاه هاي الحكومات والله رأينا تجاه هاي الحكومة يعني ما كرا يعني كلمة مش شكت يعني مش شكت لا يعني مع مع أم ضد هذه الحكومات لا ضد هذه الحكومات ولا شخص مع الحكومات طيب يعني ماكي شي يعني ماكي خدمات نعم لا أكررات شوف أنت أنا هست أفضل شيء أفضل شيء إليك راتب لو متزوج إليك راتب ما متزوج ما إليك راتب طيب إذن لما حضرتك توصل إلى هذه القناعة إذن أكو غيرك هواية واصلين إلى نفس القناعة أن هذه الحكومات فاسدة لا تصلح للانتخاب لا تستحق حتى إذن نحن نبقيهم بالعراق مو تمام تمام والله إذن 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 من يبقى إذن من يبقى مع هذه الحكومات ويسعى إلى بقاءها من اللي يروحون يشاركون بالانتخابات هو مستفيد بشكل أو بآخر أو جاهل ومثل ما قاله والبقية يستحق اللي يصير به فضل هذا اللي دريد نوصل له ويريد أصواتكم توصل لهم لعله عسى أنه يعيد تفكير في هذا الموضوع أنا أشكرك سيد فؤاد من مدينة الناصرية الضغط بشأن هذا الموضوع ودائما محاولة توعية العراقيين على مخاطر المشاركة في هذه الانتخابات ومخاطر بقاء هؤلاء في حكم العراق من ضمنها أن موضوع إيصال الرسائل أصوات الناس تحديدا إلى هؤلاء البقية التي لا يزال منهم من يعتقد أن هذه الحكومة تستحق أن تبقى لعله عسى يغير رأيها بشكل أو بآخر وينظر إلى حال إخوان العراقيين الذين يعانون وهم النسبة الأكبر من هذا البلد ينظر إلى وضع الفقراء المشردين الذين يسكنون في العشوائيات ينظر إلى المستشفيات في العراق المنهارة وغياب النظام الصحي ينظر إلى غياب القانون في العراق وكل شيء يأخذ بالذراع وبقوة السلاح لعله عسى يغير رأيها ويعيد النظر في المشاركة في هذه الانتخابات ويعطى صوته لهؤلاء الفاسدين وصلت وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لهذا الأسبوع أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة